اشتركوا في القناة وقامت على اراضي محتلة منذ عام سبعة وستين وهي باعتراف العالم دولة فلسطينية تقع تحت الاحتلال واضح ان بريطانيا لم تعد تلعب الدور التاريخي في المنطقة لكن بالتأكيد بريطانيا موقفها مثل الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الرئيس محمود عباس من اجل ان يقبل اتفاق الاطار المقترح من الجانب الامريكي لقاء جمع رئيس الوزراء البريطاني بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر رئاسة بمدينة بيت لحم ما يؤكد ان الرئيس الوزراء البريطاني قد مر بجانب جدار الفصل العنصري وعبر الحواجز التي تقيمها اسرائيل ما جعله يتباكى امام كاميرات الصحفة ويتمنى علنا ان يحل السلام وتزال الحواجز والمستوطنات لكنه لم يشتب اسرائيل او يدينها على قتلها لستة فلسطينيين خلال اقل من 24 ساعة نحن الى الان لم نستلم الفريمورك اللي وعدنا به لنقرأه ونراه وعلى دوء ما نقرأ ونرى سنقول موقفنا قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا بقتل بدم بارد ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية وثلاثة في غزة ولم نسمع اي تنديد او اعتذار عن هذه الاعمال من قبل الحكومة الاسرائيلية بريطانيا تؤيد حل الدولتين وادعو الفلسطينيين والاسرائيليين لاقتناص الفرصة لتحقيق السلام بخصوص القدس فهي مدينة مقدسة للديانات السماوية وعاصمة مشتركة للدولتين بن يمين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال صعد الى منصة الكنيست ومعه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وقبل ان يبدأ كلمته انسحب اعضاء المعارضة من داخل الكنيست ومعه من نواب العرب فكانت رسالة قوية لنتنياهو ورضي فيه البريطاني ضغط بريطاني على القيادة الفلسطينية خاصة بعد خطاب رئيس الوزراء البريطاني في الكنيست ودعمه للاعتراف بيهودية الدولة ورفضه للمقاطعات الاوروبية لمنتجات المستوطنة المقامة على اراضي الدولة الفلسطينية فهو بطريقة او باخرى قد تبنى الموقف الاسرائيلي من مقر الرئاسة في مدينة بيت الاحم احمد براهمة رؤية